لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مش هيكلف عليك تيتين جنيه طبعا زي ما تشافين كده في البداية لتحدد بكان الشاشة اللي احنا هنعملها وبمزان المية باغد بها الزاوية اللي انا هشتغل عليها وهي الزاوية تسعين وهتحدد للاربعة اتجام زي ما تشاف كده هو بحيس ان الجزء ده هيتجشرب محرر اللي فيه هنا هابدأ اغد مجاز الشاشة هتشوف الشاشة هتبدأ هتيجي معايا المجاز بتاعها مزبوط او لا نويتش معايا بظبوط هتطر ارفع من فوق تيتين سنتي يدي وسبح ومجال للشاشة هنا زي ما حضرتكم شايفين احنا عملنا خربا في الحيطة طبعا الشغل زي ما قلنا هنبدأ نعمل خوازيك في الحيطة بحيس ان احنا برضك مش نعمل شناش في الحيطة ده يدوبك بس اللي احنا نعمل خوازيك وهنركب الحديث عن المجازات اللي احنا قضينا يعني اول حاجة زي ما انتو شايفين كده هورت اكسر المحارة زي ما انتو شايفين وهندج خبر من فوق وخبر من تحت بحيس اللي احنا نعليج السيخ الطول اللي احنا قضيه طبعا السيخ الطول لازم يتغب بالمجاز مزبوط عشان خاطر ما يفكش معاك في الزوايا تبدأ ترش مياه عشان خاطر لو فيها اي اتغابة لحاجة زي ما تشايفين كده هورتو ده برضك بالنسبة لنص جالب باشوف مسلا المجارة الطاقة يبقى كويس معايا انا الا بس ان انا بوريك يعني فكرة بسيطة اللي انت ممكن تشكل بها الشكل انت عايزه من غير الشناش وبتكلفة بسيطة من الطوب والحديد طبعا اول ضل اللي احنا عملناها تحت ده هندل اه طبعا اللي فوق بيناولنه طوب بالنصاص يا طبعا وببدأ اركب معايا زي ما تشايفين كده هورتبول وهنا برضك كنت اغض نزام سبوتات وهنا هعمل سندة عشان خاطر احافظ على استقامة الطوبة يعلم معنا صح ان الطوبة طبقة طلع معايا مستقيمة ما تباش في اي اه سن نعاجة او حاجة ده بكان سبوت هنا برضك بركب الطوب معايا اول بول وده طبعا الدلة اللي احنا رفعناها تقريبا خمس وعشرين سنتم ضد الثلاء الثاني لما الشاشة ما كانش وافية معا في المليصات اللي احنا اخدناها يعني اجلى حياة ان عز المربع يبقى متر وعشرين في متر وعشرين بحيس ان الشاشة تبقى مرتاحة معايا في التركيب بتاعها فرفعنا الزاوية اللي فوق دي بحيس ان هي اعتبر الزاوية دي اكتر واحدة اللي هي مرتاحة في المجاز بتاعها هنا برده كل ما بيركب نسبة الطوب معي بد نظام خبورة عشان خاطر البنية تبقى ماسكة راحة كويس وزي ما قلنا هم شوية حاجة جدام هو الرجل بصراحة يعني جاب حاجة جديد فما كانتش مستهلا برضك الحاجة جديد لو حاجة جديد هيبقى ارخص شوية وهيبقى اوفر طبعا الدلع دوت هيوصل لنظام رف من تحت هيبقى رف عشرين ده طبعا الرجل احنا عملنا ونزلناه قبل كده هنا كده طبعا ده من نسبة الرف اللي هتعمل وهوزن برضك الحاجة عشان خاطر اخره ومزبط المجيز مزبط معي والرف ده زي ما قلنا هيبقى عشرين سانت هتر نعمل له ساندة من تحت بحيس ان انا اقدر ربط البنية معي مزبوط دي طبعا الساندة زي ما انت شايفينها وهلبي سوى الجالب معه عشان خاطر ازبط عليه الروباط اللي هتعمل له هناك وطبعا المونة تلبسها معك هو البول وتضغط المونة برضه بكل كل جلبة ده كده تدي نظام خبور عشان خاطر تربط البنية كويسة ده يبقى نظام رف زي ما قلنا هيبراف عشرين سانت ويا جماعة ما تقلوش عاينا باللايك والاشتراك في القناة وطبعا شكرا لكل واحد لما يجدر تعبنا وبيعمل لايك للفيديو فدي طبعا حاجة بالنسبة لحياة كواسة جدا ان زي ما قلنا اللايك دوت بيرفع من جيمة القناة عند اليوتيوب بحيس ان يعني بيخلي المحتوى نظام محتوى قيم او محتوى مهادف طبعا بالنسبة لعصب يعني عصب رف زي كده اهم لحاجة خوابية زي ما تشايفين كده انا بدي كل تلات بيدميك اا او كل كل تلات طبعات بدي نظام بخبار بحيس ان البنيان تلحط طبعصب حتى لو حبيت اطلع فوقي عادة مش هجيرها حاجة. والتنظام برضك تركب الجالب زي ما تشايفك وتلغط المونة بحيس ان انت توصل لاخرام مزبوط بحيس ان الجالب يبقى مشبع بالمونة معك. ده هنا برضك الركن الاخراني ده احنا برضك بنعمله يعني نظام عادة الركض اهوت برضك بطوبة حديد وهنراكبها على دينا. مش هنعمل زي ما انت شايفتك اضغط عشان قطر ده جزء ضيق شوية. طبعا ده هيبقى رابط اا في ساك الحالي زي ما تشايفينك برضك نظام خبير احنا عمليه لانهوت تماما ونرابطه بحديد. وهيبقى سانب على الرف اللي تحت. كده زي ما تشايفينك احنا ازبطنا التشاكل قدامكم. جارية الفيديو يكون اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.